ومستمعين الكرام مجددا نرحب بحضراتكم في هذه الانطلاقات المستمرة وانطلاقة الشوط الحادي عشر ايها الاخوة في مجموعة اشواطنا في هذا المساء في اشواطنا المفتوحة لسن الحقائق البكار ايها الاخوة الكرام ونبدأ مع المركز الاول ونتعرف اياكم على مجريات هذا الشوط وعلى هذه الشعارات التي تشاركنا في هذه الانطلاقة بداية مع المركز الاول مع مهابة مهابة مشاهدين الكرام يهاب منها الجميع مهابة تعود ملكيتها لناصر بن شابل المري نقلتنا على شعار الكاموخة علي بن مبارك الكاموخة مع عرقة اللي تحتل المركز الثاني يوم المركز الثالث فوصلت هنا ندى لحمد بن راشد بالزفنة العفاري هو من يحتل المركز الثالث نقلتنا على المركز الخامس الذهبة لجبر بن شمسان البقومي هو من يحتل المركز اذا الذهبة لجبر بن شمسان انعيمي ولكن هنا ربما طباعة أيها الاخوة الكرام قلطة مطبعية مثل ما يقولون ولكن جبر بن شمسان انعيمي مع الذهبة هو من يحتل المركز الرابع نقلتنا على المركز الخامس المركز الخامس مع اضبية لعبدالغادر البلوشي يتواجد مع اضبية في المركز الخامس هكذا النداء الاول مشاهدين الكرام وهي الاذاعة الاولى ومهابة مهابة مشاهدين الكرام هي من تحتل المركز الاول لناصر بن شابل المري هو من يقود المسار مع مهابة وبشعار مهابة يا سلام يا سلام يا سلام ولكن الكاموخة الكاموخة في المركز الثاني مع عرق علي بن مبارك الكاموخة مع المركز الثاني يا سلام يا سلام وهنا راشد بن ناصر بن حباب الهاجري يتواجد ايضا هنا ايها الاخوة الكرام ولكن مع ولكن هنا يتواجد مشاهدين الكرام بن حباب الهاجري مع المسك المسك وسلالة المسك يا سلام هنا المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع وصلت هنا نداء لسيد حمد بن راشد بالزفنة العفاري يمع المركز الخامس او حمدان بن راشد بالزفنة العفاري مع المركز الرابع يمع المركز الخامس فتصلنا في المركز الخامس وصلت براقة لحمد بن علي بن حنزاب المري هكذا النداء الثاني مشاهدين الكرام الكاموخة يقير مجريات هذا الشوط علي بن مبارك الكاموخة يا سلام الله يا عرقة عرقة مشاهدين الكرام الف وميتين متر أخيرة وعرقة هي المسيطرة أيها الإخوة الكرام من هذه اللائحة تقير هنا عرقة وتقود المسار لعلي بن مبارك الكاموخة وتباعد المسافة عن بقية المراكز ولكن هنا في المركز الثاني شعار بن حنزاب مشاهدين الكرام يتواجد مع براقة حمد بن علي بن حنزاب المري والي تحتل المركز الثالث نداء لحمدان بن راشد بالزفنة العفاري والمركز الرابع من تصلنا رابعان أيها الإخوة هنا شقرالي عبدالله بن حمد بن عريت ولكن هنا في المركز الخامس وما تحتل المركز الخامس نعم بكرت بن عريت هيما تحتل المركز الخامس ولكن هنا مشاهدين الكرام ما عرفناها ما عرفناها اللي في المركز الخامس يعني اللي في المركز الرابع رقمها غير واضح يا جماعة نعود إلى مقدمة هذا الشوت مع عرقة يا سلوم يا الكموخة الله الله يستر عليك يا الكموخة الله الكموخة علي بن مبارك الكموخة هنا مع عرقة في صدارة هذا الشوت ولكن الأمور خطيرة يا الكموخة حركي مع ندى ندى وصلت ندى 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 في المركز الثاني ندى مع حمدان بن راشد بالزفنة العفاري ولكن عرقة يا جماعة عرقة ما طاعت عرقة وندى ندى وعرقة عرقة والكموخة وبالزفنة بالزفنة والكموخة يا سلوم الله الله الأمور يا جماعة الشوت خيرت هنا ولكن عرقة لازالت عرقة ولكن ندى ندى مشاهدين الكرام وحمدان بن راشد بالزفنة العفاري يغير مجريات هذا الشوت يا السلام قيرت مشاهدين الكرام ندى في اللحظات الأخيرة وفي ندائنا أخير أيها الإخوة الكرام تهانينا لمالك ندى حمدان بن راشد بالزفنة العفاري على فوز ندى بالمركز الأول المركز الثاني عرقة لعلي بن مبارك الكاموخة المركز الثالث وصلت في المركز الثالث هنا مشاهدين الكرام جبارة لغصاب مصبح من راعي الطير هالعامري يوم المركز الرابع فوصلت هنا في المركز الرابع مشاهدين الكرام عوامر للسيد محمد بن علي بن قريع المري والمركز الخامس المركز الخامس تحفى للسيد عبدالله بن علي العطية هكذا كانت النتيجة مشاهدين ومستمعين الكرام نعود إلى التوغيث الزمني ولحظات وصول ندى إلى خط النهاية ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية مشاهدين الكرام أربعة دقائق سبعة ثلاثين ثانية خمسة أجزاء من الثانية نهني مالك ندى حمدان بن راشد بالزفنة العفاري على فوز ندى بالمركز الأول أما المركز الثاني فوصلت في عرقه أربعة دقائق ثمانة ثلاثين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية نهني علي بن مبارك الكاموخة على فوز عرقه بالمركز الثاني يما المركز الثالث فوصلت أيها الإخوة الكرام في المركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الكرام وصلت جبارة قاطعة المسافة في أربعة دقائق واحد واربعين ثانية وفاء وتماما نهني قصاب بن مصبح راعة طير العامري على فوز جبارة بالمركز الثالث إذن مشاهدين الكرام الانطلاقات مستمرة والأشواط متتالية والكلمة تعود إلى الزميل سعد بن متلع التين